السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في القناة اليوم بإذن الله فيديو جديد خاص بالأعمال اليدوية قبل ما نبدأ هذا الفيديو كان بغير نشكركم بزاف على التفاعل ديالكم وعلى التعليقات الرائعة اللي كتخليوها لي ودبا نبدأ بلما زيد نطول اليكم كتر بالنسبة لهذا العمل اللي غنصيب معكم اليوم او اللي غنشارك معكم اليوم غادي نحتاجو هاد القطعة هدي ديال كارتون عفوا بالنسبة لهذا الكارتون هو كارتون من نوع السلب كيتباع عند الناس اللي كيبيعو له وازم الخياطة را كيسايبو به الحزامة ديال القفاطن هذا هو الشكل ديالو انا خديت هنا واحد القطعة او لوحة مربع بالنسبة لعرض ديالها الطول النفس لابار 42 سنتيم على 42 سنتيم هنتو ما كيكتشوفو او خديت هنا يا قسمتها بالنسبة لهذا العلبة هدي انا غندير فيها 15 سنتيم في الطول كيكتشوفو و 12 سنتيم في العرض يعني غنحاول انا نقسم هديك العلبة اللي عندي غدي ندير فيها في طول 15 سنتيم او في العرض غندير 12 سنتيم يعني من الجوانب بربعة غدي ندير في الطول 15 او في العرض 12 الاربعات للجوانب بالنسبة للمربع او للقاعدة اللي كتشكل لنا في الاسفل كيكون فيها 12 سنتيم على 12 سنتيم بكل جانب كنتمنى الشرح يكون واضح او غنحتاجوا هاد الجلد هدا ممكن تستعملوا اي نوع كالتوفرولي وبطبيعة الحال هنحتاجوا مستدس الشامع باش غدي يلسقوا هاد المهم هنا يام بعد ما قطعت هاد الكارتون هانتو ما كيكتشوفو بهاد الحاوف او لهاد الجوانب هاد الشكل كيف قلت لكم الطول كان دير 15 سنتيم والعرض كان دير 12 سنتيم من الجوانب بربعة او هاد المربع اللي في الوسط كيكون فيه 12 سنتيم على 12 سنتيم هدا بالنسبة للحجم العلبة الكبيرة من بعد غدي نقول لكم العلبة بالاخرين ش حدرت فيهم في العبار ده با غنناخد واحدة خانشواغ او لكوتر ولا غير شي سيكين او كان بقى نقرض هاد كان بقى نقرض هاد الكارتون مع الجوانب باش من بعد غدي نطوي العلبة بهاد الشكل هادا كيكتشوفو بالنسبة للعبار حتى هو كيبقى اختياري ممكن تديروا العبار كتر مهاد الشكل هادا يلا بغتو جيكم الحجم كبر سافين بعد كان نجمعو غدي نطوي هاد العلبة هادي بهاد الشكل هادا غير بالسكوتش مع الجوانب بهاد السكوتش عادي هاد هي العلبة بعد ما لصقتها من الجوانب بربعة بسكوتش غدي ناخد هاد الجلد هادا غنغلف به كيف قلت لكم انا كنستعمل هاد النوع الجلد انتو ما ممكن تستعملو اي نوع كتوفو علي وحتى بالنسبة للالوان كتبقى اختيارية ممكن تديرو اي لون بغيتو سافينا كناخدو واحد المستاطين من هاد الجلد هادا وكان قطعو على قياس طول دل العلبة اللي عدنا كنخلو شوية ديال الزوائد من الاسفل ومن الاله وفهد الاثناء انا ديرا مستدس الشمع ضروري يخصو يكون سخون باش هكا نضمنو انه يتبتلين هادا الجلد مزيان على هاد العلبة بها الطريقة هنا كي كتشوفو درت في هاد الحافة هدي مع الجانب وحد الكمية ديال مستدس شمع وكان ضغطو مزيان باش كنتبتو داك الجلد من بعد غادي ناخدو مستدس شمع وغامقو نديرو في الجوانب بها الطريقة كي كتشوفو وغانديرو حد الكمية قليلة في الواسط وكان ضغطو مزيان لهادا هاد العلبة هكا باش كان نضمنو ان داك الجلد كيلتسق مزيان بهاد الكارطون هادا وصافي بنفس الطريقة غادي نديرو في الجوانب بربعة وكان ديرو حد الكمية في الواسط ومن بعد كان نجبدو الجلد مزيان ضروري انا نجبدوه باش كتدير خدمة ديالو مقدة وزويونا وصافي كان ضغطو على الجوانب بها الطريقة صافي يعني الطريقة راها سهلة غادي نكملو الجوانب بربعة بنفس الطريقة اللي عدنا كان ديرو حد الكمية ديال مستدس شمع من الجوانب بربعة وفي الواسط بطابعة الحال ومن بعد كنجب دول جلد مزيان عاد كنطويوه وكنضغطو علي هكو وكننحاولو انا نضغطوه مزيان على دول حواف وصافي هنا وصلنا لنهاية دير هاد الجلد هاد غدي نديرو حتى هاد نفس الطريقة كنديرو مستدس الشمع وفي الجوانب وهادك الفائد اللي غدي يبقى لنا ديال الجلد غدي نقطعوه بالمقص بكل سهولة صافي هنا كيكتشوفوا هاد هو الجانب اللي بقى ليه فيه الجلد قطعتوه كيجي في الجانب يعني مكيش باين نهائيا دبا غدي ندوزو باش نطويو هاد القاعدة هدي في الاسفل كنقطعوه الجوانب بربعة بهات الشكل هاد كيكتشوفوا ومن بعد فاش غدي نجيو نطويوهم غدي نقطعو على شكل متلاتات في كل جانب بهات الشكل هاد هنتم كيكتشوفوا كل جانب غنقطعوه واحد للزاوية على شكل متلت باش مني نكونو كان لسقو الجوانب بربعة من الاسفل غدي ناخد ما ديالهم القيوم في نيو والطريقة رها سهلة يعني السرارة شرحها راسها كنكملو الجوانب كيف قلت لكم بربعة انا خدمت اربع ديال ثلاثة ديال العلبة بعفوان مشاركت معاكم غير العلبة لانهو نفس الطريقة يعني ما كي لاش نعاودوه باش ميجيش الفيديو طويل بالزار سفي مباشرا بعد ما كان قطعوه كل جوانب كندوزو كم قول السقو بمسدس شمع ونحن نضغطوه بهذا الشكل هادا بحل الشكل ديال الظرف نجيو الجانب الثاني حتى هو نفس الطريقة كنديروه مصدس شمع وكندغطو عليهم زيان يعني الطريقة راسها له حتى الوقت عفوان ما كي ياخدش وقت كتير سفي ديال غادي ناخدوه واحد القطعات للجلدة لشكل مربع وغادي نغلفوه بها من الاسفل غير باش تجي الخدمان فيني وما يبقاش يباندك الكارتون نهائيا سفي كنديروه حتى الكمية في الوسط وكنتبتوه بعد ضروري انا ننتبتوه الجوانب كاملين اردتو البال مع هادا بيستولي راسخون بزاف انا مرارا وتكرارا كي حرقني يعني بزاف دلمرات را كي حرقلي انا وكيكون سخون بزاف سفي دا بغا ندوزو الجوانب من الاعلى ما غادي نقطعو متاشي حاجا كنديروه حتى الكمية مسدس شمع او كامقون تنيو الجوانب بها الطريقة هادي كي كتشوفو سفي مبعد ما غلفنا الجوانب بربعة غادي ندوزو الوسط باش غادي نغلفوه حتى هو هاد الكارتون من الداخل بالجلد هاد المرحلة كتبقى اختيارية بغيتو تغلفوه غا يكون من الاحسن ما بغيتوش ممكن انكم تخليه غير هكك كندقطعو واحد مربعات ديال الجلد وكان بدعو نديروه من الداخل بها الطريقة هادي سفي حتى كان غلفو الجوانب بربعة بنفس الطريقة بغيتو تديرو واحد المستطيل طوال و تدوروه من الداخل ممكن مهم انا دس هاد القضية هادي لانها كتجي اسهل سفي مبعد ما كان غلفو الجوانب بربعة بهات شكل هادا كي كتشوفو وغا ناخدو واحد القطعة ديال الجلد مربعة وغادي نديرها في الاسفل غادي نغلف بها القاعدة من الاسفل ديال العلوبه ها انتو ما كي كتشوفو كي كتجي دابا غادي ندوز باش للصقل والاسماء الهاد العلوب اللي شاركت معكم و بالنسبة لهاد الطريقة رادي جا يعني شاركتها معكم غير بغيت بالنسبة اللي بناتلي يالله لتحقوا بنا اجدادات ما شافوش الطريقة غادي نشاركها معكم كان ناخدو واحد الورق وكان طبعو في الاسماء اللي بغينا انا قدرت هنا هي السكر اللي انا نغندير فيها السكر يعني انتو ما كيف قلتلكم الاسماء كتبقى على حسب الشيء اللي غا تديرو في هاد العلوب هادا ومن بعد كان بدون نقطعو هاد هاد السمية هادي اللي طبعناه او هاد الاسم اللي طبعناه بهاد الشكل هادا بالنسبة لورق راه ورق عادي اكت يعني عادي يرقيق ماشيش ادك الورق المقوى او لا الورق اللامع صافين بعد ما كان حصلو على الاسم بهاد الطريقة هادي كان ناخدو السكوتش او لا اللي ساق العادي حتى هو وكان قطعو منو واحد الكمية ومن بعد هي اللي غادي نتبتو فوق هاد الاسم هادا اللي درناه رايح الطريقة زوينة ممكن انكم تستعملوها بزاف ديال الاشياء انا استعملتها في الشومع بالنسبة اللي بناتلي باقي ما شافوش الفيديو ديال اللي استعملت في هاد تقنية في الشومع هادي نخليكم الرابط دياله في صندوق الوصف كان اخدو شي زلفاء او لا شي ايناء كان ديرو الماء ومن الاحسن انا نخليو هاد السكوتش هادا يرطب واحد دقيقة ما كاملاش يعني واحد نصف دقيقة ومن بعد صافي كان بقوا نحكو هكا هاداك هاداك الورق الابيض وراك يزول بكل سهولة او من بعد كتبقى غير ذيك الكتابة هي اللي متبتة فوق هاد السكوتش هادا يعني كت قلت لكم الاحسن انا كنت خليه واحد نصف دقيقة في الماء باش هاك كمني كتجيو تزول وراك تزال معكم بكل سهولة صافي ومن بعد ما كان حيودو هاداك الورق يعني من ذاك السكوتش كان حطوه فوق واحد المين ديل حتى كينشف وكانجيو الجهة اللي اولى الجانب اللي باغين اللي سكوه فيه وصافي كيكون داك السكوتش نشف من الماء وكان لسكوه بهاد طريقة هادي بكل سهولة بالنسبة للغطاء من الالة كيبقى اختياري ممكن تديرو الزجاجة انا درت الخشب لان الشكل ديالو كيجيو زوين وهاد العلب اصلا كيتبعو بالغطاء الخشب وهدا هو الشكل نهائي دا العلب اللي شاركت معاكم انا صاوبت ثلاثة دا الحجام يعني حجم كبير وحجم متوسط وحجم صغير بالنسبة للقياسات كتبقى اختيارية وكيف قلت لكم الغيطاء انا هنا كنت عندي اغير واحد القطاع ديالا اللي كان قطعو عليها المعد نوس وهي اللي قطعتو درسها كغيطاء من الالة انتوما بالاحسن انا كنتبشوا عند النجار وتعطو له القياسات ويقطع لكم الخشب وحتى القطاع ديالو يجين فيني حسن انا قطعتو غير في المنزل ومن العلبة هانتوما كيتجين من الداخل حتيارة كتجين فيني وممكن تحطو فيها اي حاجة ما تخافوش نهائيا انها تفسد هنا كيف قلت لكم انا درت ثلاثة واحدة درتها للسكار واحدة القهوة واحدة للشاي انتوما ممكن تديروا الاشياء اللي بغيتوا تكتبوا الاسماء اللي بغيتوا بالنسبة القياسات الحجم الكابير درت فيها 15 سنتين في الطول و 12 سنتين في لارد والحجم المتوسط درت فيها 13 سنتين في الطول و 10 سنتين في لارد وبالنسبة لهذه الصغيرة درت فيها 10 سنتين في الطول و 8 سنتين في لارد هذا هو الفيديو دليوم كانت منينا الاعجاب ديالكم وكانت مني تدعموني بالاجيم وتبرتاجو مع الاصدقاء ديالكم وشكرا الى فيديو مقبل ان شاء الله